تتفاقم أزمات النازحين بشكل مستمر وبطرق مختلفة فبعد تهجيرهم من مناطقهم ذاقوا أنواع الغربة في بلدهم ومورست ضدهم جميع أشكال العنصرية والانتهاكات فضلاً عن عدم توفر أبسط مستلزمات الحياة في مخيمات النزوح المتهالكة التي قررت وزارة الهجرة الحالية إغلاقها مؤخراً اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي وصفت قرار وزارة الهجرة الحالية إغلاق مخيمات النزوح بجريمة تطهير عرقي بدوافع طائفية وتهدف لتشريد أكثر من مليون ونصف مليون نازح عراقي لصالح ميليشيات إرهابية مؤكدةً فشل وزارة الهجرة بتوفير أبسط المستلزمات الأساسية للنازحين في ظل تورطها بملفات فسادٍ ماليٍ وإداري مضيفةً أن قرار إغلاق المخيمات جاء بالاتفاق بين الوزيرة إيفان فائق جابرو مع وكيل وزارتها كريم النوري وكلاهما ينتميان لميليشياتٍ إرهابية فيما أكد عضو الحزب الديمقراطي الكردساني محمد الباجلان أن حكومة السودان فشلت في إدارة ملف النزوح وأن العائلات الموجودة في مخيمات أربيل بقيت لأسبابٍ كثيرة منها سيطرة الميليشيات على مناطقهم وعدم السماح لهم بالعودة ومنها عدم إعمار مناطقهم ودعت وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية لشؤون الأمن وحقوق الإنسان إلى إخلاء السنجار وباقي مناطق سهلينين ومن الميليشيات لغرض السماح للنازحين بالعودة الطوعية إلى مناطقهم الحكومات المتعاقبة منذ 2003 تسير ضمن أجندة الاحتلالين الأمريكي والإيراني وتطبيق سياسات التغيير الديمغرافي الممنهج والتطهير العرقي الطائفي للشعب العراقي